اكد مثاق العمل الوطني في بنده الثامن من الفصل الاول كفالة الدولة للخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين بالاضافة الى الزامية التعليم بشكل مجاني في المراحل الاولى وذلك من اجل النهوض بالتعليم في مملكة البحرين وتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وشعب مملكة البحرين وتعيش مملكة البحرين ثمار مشروع جلالته الريادي من خلال العديد من الانجازات التي تم تحقيقها في المجال التعليمي والذي تم تجويد مخرجاته من اجل مستقبل اكثر اشراقا لمملكة البحرين ارتقاء بالمنظومة التعليمية ومخرجاتها وتطور في الحياة التعليمية في مملكة البحرين شاهد عليه انتشار وارتقاء المنشآت التعليمية وفق الكثير من المعايير الدولية والتي حرصت مملكة البحرين على تحقيقها باعتبار التعليم حجر اساس المجتمعات المتقدمة لذلك جاء الفصل الاول من ميثاق العمل الوطني في بنده الثامن مؤكدا رعاية الدولة للعلوم والاداب والفنون وكفالتها للخدمات التعليمية والثقافية واللزامية التعليم بشكل مجاني في المراحل الاولى التي يبينها القانون ومن هذا المنطلق في مشروع جلالة الملك الريادي تأطرت رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وشعب مملكة البحرين عبر فصول وبند الميثاق وجاء الاهتمام بالتعليم ملموسا على ارض الواقع وواضحا من خلال الاهتمام الشخصي والابوي من جلالة ملك البلاد المعظم في المنظومة التعليمية وجائحة كورونا كانت خير مثال على مدى حرص مملكة البحرين على استمرار العملية التعليمية تحقيقا لروح ميثاق العمل الوطني وتطلعات جلالته ايضا جهود الحكومة المؤقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتضحت في تجويد المنظومة التعليمية وتعزيزها بكافة الادوات التي تنهض بها وتحقيقا لرؤية وتطلعات جلالة الملك المعظم وابناء مملكة البحرين حرص صموه على متابعة كافة المجريات المتعلقة بالعملية التعليمية في مختلف الظروف من اجل ضمان استمراريتها وعدم تعطلها وهو ما يراه ابناء البحرين واقعا يعاش عاما تلو الاخر جهود تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها ما كانت لتتم لو لا تضافر كافة الجهود التي تسعى على الدوام لتحقيق توجيهات وتوجهات قائد المسيرة التنموية جلالة الملك المعظم ايده الله ومن روح وجوهر ميثاق العمل الوطني تنطلق كافة الجهود في القطاع التعليمي فذكر ميثاق العمل الوطني المحفز بان كافة الجهود هي تحقيق لتطلعات القائد والشعب من اجل مستقبل اكثر اشراقا لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر